الله الله والحمد لله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين قال ومنها المرفوعة عن زراراه قال سألت الباقرة عليه السلام فقلت كان الكلام في روايات الترجيح بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا ووصلت النوبة في الكلام عن الرواية الثالثة وهي الرواية أو المرفوعة عن زراراه بمعنى أنه وردت هكذا رفعت إلى زرارة من دون ذكر السند وإنما جاءت مباشرة عن زرارة قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت في ذاك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما أخذ فواضح من السؤال أن زرارة رضوان الله تعالى عليه يسأل عن حالة الخبرين المتعارضين إذا كان هناك خبران متعارضان فبأيهما أخذ يحتاج ويسأل عن ما هو المرجح أو في مثل هذه الحالة فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فأولا ذكر الإمام عليه السلام كمرجح الشهرة كما واضح هنا في هذه الرواية فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فواضح أنه لو كان كلا الخبرين متساويان من ناحية هذا المرجح كلاهما مشهوران فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك يعني انتقل إلى المرجح الثاني وهو الترجيح بصفات الراوي الراوي طبعا أعدل وأوثق هذا صفة راجع إلى الراوي لا إلى نفس الرواية صفة الشهرة راجع إلى نفس الرواية كما ذكرنا سابقا أما صفة العدالة والأوثقية إنما هي صفة راجع إلى نفس الراوي فالمرجح الثاني يكون ترجيح على أساس الصفات في الراوي صفات الراوي إذا كان أعدل أو أوثق فقلت إنهما معا عدلاني عدلاني مرضياني موثوقان إذا كان الراويان أيضا متساويان من هذه الجهة متساويان في الصفات فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فترك وخذ بما خالفهم الواضح أن المرجح الثالث هو أن يأخذ بما خالف العامة ويترك ما وفق العامة قلت ربما كان معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ إذا تساوي الخبران في هذه الجهة أيضا إما بأن كان كلا الخبرين موافقين للعامة أو كان كلاهما مخالفين للعامة فقال عليه السلام إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك وترك ما خالف الاحتياط هذا المرجح الرابع وهو أن يؤخذ بما يكون فيه الاحتياط الخبر الموافق للاحتياط يؤخذ به وما خالف الاحتياط لا يؤخذ به فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدعي الآخر إذا لم يوجد أي واحد من هذه المرجحات الأربع تصل النوبة إلى التخير أنه يختار أحد الخبرين يأخذ بهما ويدعي الآخر طبعا هنا الواضح أن هذه الرواية باعتبار أنها أن الراوي لها أو السائل فيها للإمام زرارة بن أعيون رضوان الله تعالى عليه نرى أنه كيف سأل الإمام يعني سؤاله كان سؤال فقيه ليس هو سؤال شخص عادي جاء مثلا يسأل عن التكليف ما هو كالاستفتاءات يعني بالنتيجة إنما جاء وذكر المسألة مفصلة وذكر فروض المسألة وسأل من الإمام عن كل هذه الفروض التي يمكن أو يحتمل وجودها في المسألة وهذا طبعا هو لأنه كان فقيه ويعرف كيف يسأل بالنسبة إلى يعني ما يحتاجون إليه في قضية الفقاهة سأل بهذا الشكل في هذه الواضح أنه في هذه المرفوعة ذكرت أربع مرجحات كما ذكرنا وهي على الترتيب أولا ترجيح بالشهرة ثم الترجيح بصفات الراوي ثم الترجيح بما خالف العامة ثم الترجيح بما وافق الاحتياط وإذا كل هذه المرجحات كانت متكافئة في الروايتين انتقل إلى التخير هنا يذكر السيد الشهيد إلى أنه قد يعترض على الشهرة الترجيح بالشهرة في هذه الرواية كما اعترض في الرواية السابقة مقبولة عمر بن حنظلة وهو أن الشهرة بمعنى الشهرة الروائية وليس الشهرة الفتوائية بمعنى اشتهار نقل هذه الرواية بين الرواية فيقال إذا كان كذلك إذا كان المقصود هو الشهرة الروائية لا شهرة العمل بمضمون خبر الرواية وإنما الشهرة الروائية كثرة نقل هذه الرواية بين الرواية فإذا كان كذلك فهذا يعني أن الرواية المشهورة تكون إما مقطوع بصدورها مقطوعة السند حصول قطع بصدورها عن المعصوم أو على أقل الإطمئنان بصدورها إذا كان كذلك فيكون السؤال عن الترجيح بين ما هو حجه وما هو ليس بحجه لأنه إذا حصل تعارض بين روايتين إحداهما قطعية السند والأخرى ظنية السند أو على الأقل أنه إحداهما مطمئن بسندها والأخرى ظنية فإنه يقدم القطعي بلا إشكال ويكون المورد التعارض بين الحجة واللا حجة على ما ذكرنا في الرواية السابقة باعتبار أنه إذا كانت الروايتان بهذا الشكل تكون الحجية لأن حجية الرواية المظنونة تكون مشروطة بعدم مخالفتها لرواية مقطوعة السند أو مطمئن بسندها على الأقل فحينما يأتي الراوي الثاني ويروي هذه الرواية حينما يأتي الراوي ويروي هذه الرواية يكون راويا لرواية مقطوعة السند فتسقط حجية الرواية الثانية فيكون بين الحجة واللا حجة قد يشكل بهذا الإشكال ولكن السيد الشهيد يقول أن هذا الاعتراض غير وارد هذا النوع من الاعتراض هنا في هذه الرواية غير وارد لماذا؟ لأنه بحسب ترتيب المرجحات في الرواية صحيح أنه أولا رجح بالشهرة ولكنه بعد أن افترض أن كل الروايتين مشهورتين يعني السائل زرارة حينما لنفترض أن كل الروايتين مشهورتين فقلت يا سيدي أنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك انتقل إلى الترجيح بصفات الراوي الأعدل والأوثق وهذا لا يناسب أن يكون الخبران مقطوعي السند يعني بمعنى السند بنحو قطعي يعني مقطوعي الصدور أن يكون الصدور مقطوع به إذا كان صدور الرواية مقطوع به فلا معنى لأن يأتي ويرجح إحداهما على الأخرى بصفات الراوي إذا كان قطع هذه مقطوعات الصدور وهذه مقطوعات الصدور بعد قطع لا ترجيح فيه متساوي دائما لا معنى للترجيح بصفات الراوي نعم إذا كان السند ظنيان نقول أن الظن المستفاد مثلا من الراوي الثقة أو الأعدل أو الأفقه يكون أشد وأقوى هذا ممكن فيه حالة تشكيك الشك يعني الظن عالي الظن فيه ظن عالي وفيه ظن قليل أما القاطع القاطع لا هو الوصول إلى الحكم بدرجة مئة بالمئة فلا معنى للتشكيك فيه حتى يأتي ويرجح على أساس صفات الراوي فالترجيح بعد الشهرة بصفات الراوي هذا لا يتناسب مع كون السندين مقطوعين بهما يعني مقطوعين الصدور فلا بد أن نقول أنه في الرواية هنا الشهرة لم تؤدي إلى القاطع إنما نعم هو روية عن مجموعة من الرواية بحيث يبقى ظنيا لم يرقى إلى مستوى عالي من الأطمئنان أو القاطع طيب الرواية واضحة في هذه المراج بالنسبة إلى هذه المرجحات ولا كلام فيها من ناحية الدلالة إلا هذا الإشكال الذي يمكن أن يذكر على الترجيح بالشهرة ولكن المشكلة في الرواية أنها مقطوعة أو ساقطة سندا لأنها مرسلة يعني ذكرت في كتب المحدثين هكذا مباشرة مرفوعة عن زرارة عن زرارة قال من دون ذكر السند الرواة الذين رووا هذه الرواية عن زرارة منهم لم يذكروا رفعت إلى زرارة مباشرة مرسلة أرسلت إلى زرارة مباشرة من دون ذكر السند فلا يمكن الاعتماد عليها أو التعويل عليها في إثبات هذه المرجحات من جهة الشارع لأننا لم نحرز صدورها عن الشارع المقدس فلا يمكن الاعتماد عليها بناء على أنه هذه الرواية الأخيرة التي ذكرناها المستخلص من مجموعة الروايات أن المرجحين المذكورين في الرواية الأولى وهي موافقة وهما يعني موافقة الكتاب ومخالفة العامة الرواية الموافقة للكتاب تكون مرجحة على غيرها والرواية المخالفة للعامة تكون مرجحة على الرواية الموافقة هذين المرجحين يكون ثابتان وأما غيرهما فلم ينهى الدليل على إثباتهما نكون هنا قد انتهينا من بحث الروايات قال وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجحات وهي على الترتيب الشهرة ثم صفات الراوي ثم المخالفة للعامة ثم الموافقة للإحتياط ومع التكافؤ في كل ذلك حكمت بالتخير وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدم في المقبولة مقبولة عمر بن حنضل من كونها كون الشهرة بمعنى استفاضة الرواية وتواترها طبعا واضح أنها هي استفاضة الرواية لأن زرارة بعد ذلك لما افترض أن الخبرين مشهورين أصلا ذكر ما يدل على أن المقصود بالشهرة نعم كونها نعم كونها بمعنى استفاضة الرواية وتواترها فيكون التعارض بين خبر مقطوع السند يعني مقطوع بصدوره وخبر مظنون بصدوره وهنا في هذه الحالة يكون التعارض بين ما هو حج وما هو ليس بحج ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا في هذه الرواية لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ونحوها من صفات الرواي إذا رجحنا بالأوثقية يعني الأوثق هو الأرجح يعني أنه هناك يوجد حالة تفاضل في الظن المستفاد من الرواية التي راويها أوثق أو الذي يكون راويها نعم أعدل مثلا وهذا كما قلنا لا يناسب أن يكون الخبران قطعية السند وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين وهذا واضح ولكن ولكن المرفوعة ساقطة سندا بالإرسال مرفوعة عن زرارة مباشرة من دون ذكر سندها فلا يمكن التعويل عليها بنتيجة هذه المرجحات نحتاج أن تكون هي مرجحات ذكرها الشارع فلا بد أن نحرز أن الرواية التي ذكرت هذه المرجحات هي رواية صادرة عن الشارع نحرز كونها صادرة عن الإمام عليه السلام حتى يمكن الاعتماد على هذه المرجحات في ترجيح الروايات قال وهكذا نعرف طبعا هذه آخر الرواية تعرض لها السيد هنا في الحلقات وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدم ثبوت المرجحين المذكورين في الرواية الأولى من روايات الترجيح وقلناهما الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة وفي حالة عدم توفرهما توفر هذين المرجحين بأن كانت الروايتان متكافئتان في هذين المرجحين نرجع إلى مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة وهو التساقط يعني إذا كانت تعارض مستقرا فنحن روايات التخيير لم نقبل بها فلا تخيير فلابد أن نذهب إلى يكون مقتضى القاعدة هو تساقط الروايتين عن الحجية فلا يمكن العمل بهما فلابد أن نرجع إما إلى روايات أخرى إذا كانت موجودة أو نرجع إلى الأصل العملي أو نرجع إلى القاعدة العامة التي هي إما قاعدة البراءة الشرعية أو قاعدة أو مثلا الأصل العقلي الذي هو إما الاحتياط أو قبح العقاب بلا بيان على الخلاف بين الاتجاهين بين السيد الشهيد ومشهور الأصوليين قال أبقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط يعني هذه النقاط ترجع إلى كل روايات العلاج ونحن قسمنا روايات العلاج إلى روايات التخيير وروايات الترجيح إلى المجموع بالنتيجة النقطة الأولى أو الملاحظة الأولى وهي ترجع إلى من ثبتت عنده روايات التخيير الذين عملوا بروايات التخيير نحن هنا كما اتضح لدينا أن التخيير لم يثبت على ما ذكره السيد الشهيد ولكن لو أن الفقيه ثبت لديه روايات التخيير يعني من ثبت لديهم روايات التخيير يقول أنه وقع الخلاف يعني اختلفوا فيما بينهم هؤلاء المجموعة من المحققين الذين ثبت لديهم وتمت لديهم روايات التخيير فعملوا بالتخيير وقع خلاف بينهم وهو أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية أو تخيير في المسألة الفقهية ماذا يعني هذا التخيير في المسألة الأصولية كما هو معلوم أن المسألة الأصولية دائما كما ذكرنا سابقا إنما يبحث عنها فيها عن الحجية دائما المسائل الأصولية إنما يبحث فيها عن الحجية يعني ما كان البحث دائرا عن حجية الطريق أو الدليل هذه مسألة أصولية فإذا كان التخيير قد ثبت في المسألة الأصولية يعني أن التخيير يكون تخييرا في الحجية بمعنى أن هذا الشخص أي رواية يختارها تكون هي الحجة والأخرى ماذا لا تكون حجة الرواية التي يختارها تكون هي الحجة ويجب أن يعمل بها أما الرواية الأخرى فلا تكون حج التي لا يختارها هذا التخيير في المسألة الأصولية أما المسألة الفقهية فإن المسألة الفقهية ماذا يبحث فيها يبحث فيها على تحديد الوظيفة العملية الجري العملي أو الوظيفة العملية الفقيه دائما في المسائل الفقهية يسعى إلى تحديد الوظيفة العملية للمكلف طبعا على ضوء الأدلة الشرعية يعني تحديد هذه الوظيفة يكون على ضو الأدلة الشرعية مستنبط من الأدلة الشرعية وبناء على هذا يكون التخير ماذا هنا يعني إذا انتهينا للتخير يعني بمعنى أنه المكلف يكون مخيرا في عمله في وظيفته إما أن يعمل بمضمون الرواية الأولى أو يعمل بمضمون الرواية الثانية أما بناء على التخير في المسألة الأصولية لا يعمل بمضمون الرواية التي اختارها لأنها هي التي ستكون حجة ومضمونها حجة عليه أما الرواية الأخرى يتركها أما لو قلنا التخير هنا معنى التخير والتخير في المسألة الأصولية أي بالوظيفة العملية أو الجري العملي يعني العمل بمضمون الرواية هنا فإذا كان مخيرا بالعمل بمضمون أي من الروايتين هنا الفقه يفتي بالتخيير يفتي بأنك في مقام العمل مخير إما أن تعمل بمضمون هذه الرواية أو تعمل بمضمون هذه الرواية أما الذي يكون أو يختار أن التخيير هو تخيير في المسألة الأصولية لا يمكن أن يفتي بهذا الشكل بل يفتي بحسب مضمون الرواية التي اختارها فقط لاحظوا قال بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط النقطة الأولى إن العاملين بالمجموعة الأولى المجموعة الأولى المستدل بها على التخيير نقسم روايات العلاج إلى مجموعتين التخيير والترجيح اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية أي في الحجية على اعتبار ذكرنا أن المسألة الأصولية دائما يكون البحث فيها عن ماذا؟ عن حجية الدليل أو حجية الطريق أو في المسألة الفقهية المسألة الفقهية ما يبحث فيها هو يبحث عن الوظيفة العملية أو الجري العملي أي في الجري عملا على وفق أحدهما قال ومعنى الأول أن الإنسان لا بد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون يعني ما يختار الالتزام به يكون حجة عليه ويسند مؤداه إلى الشارع نعم يقول الحكم الشرعي هو هذا ما دل عليه الخبر الأول الذي اختاره طبعا ومعنى الثاني يعني الثاني إذا كان التخيير في المسألة الفقهية أن الإنسان لا بد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين ومن نتائج الفرق أن الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره يفتي على ظهما اختاره من رواية ويترك الرواية الأخرى وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداء أنه موقفك العملي عملا أنت مخير إما أن تعمل بهذا المضمون أو تعمل بهذا المضمون للروايتين قال وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير نعم طبعا هذا البحث إنما يأتي عند من قال بالتخيير من ثبتت لديه روايات التخيير أما من لم تثبت لديه هذه الروايات فلا معنى لهذا البحث في حقه كما هو واضح الثانيين نقطة الثانية يقول أنهم أيضا الذين ذهبوا إلى التخيير اختلفوا أيضا فيما بينهم إلى أن التخيير ابتدائي أو استمراري التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري بمعنى أن المكلف إذا اختار أحد الخبرين إذا اختار اليوم مثلا اختار أحد الخبرين إما طبعا التزاما يعني على كل الرأيين أنه اختار أحد الخبرين إما بأن جعل أو كانت نتيجة هذا الاختيار أن كان هذا الخبر هو الحج عليه إذا كان التخيير في المسألة الأصولية أو لا التزم عملا بمضمون هذا الخبر إذا كان معنى التخيير والتخيير في المسألة الفقهية على كلا يعني على كلا الرأيين فهنا السؤال أنه اليوم التزم بهذه الرواية فكانت حج عليه دون الأخرى أو التزم بالجري العملي على أساسها فعمل بها وترك المضمون الأخرى غدا في اليوم التالي أو زمان التالي هل له أن يترك هذه الرواية ويأخذ بالرواية الثانية هل له أن يترك هذه الرواية التي اختارها اليوم إما التزاما أو عملا ويأخذ بالرواية الأخرى فيلتزم بها تكون حج عليه في اليوم التالي دون التي اختارها اليوم أو يلتزم عملا بها دون التي اختارها اليوم أم لا وقع الخلاف بينهم من ذهب إلى أن التخيير ابتدائي فقط فلابد أن يبقى يلتزم بما اختاره ابتداءا نعم وأما الاستمراري لا فهو دائما مخيار دائما أيهما يختار يكون هو الحج عليه أو يكون هو العمل عليه طبعا بعضهم ذهب إلى كون التخيير هنا استمراري يعني يبقى التخيير مستمر وما هو دليله على ذلك قال الدليل الاستصحاب اعتبار أن التخيير معلوم ابتداءا مشكوك بقاءا فنتمسك باستصحاب بقاء التخيير والتخيير بالنتيجة أمر شرعي حكم شرعي حكم وضعي شرعي هذا التخيير حكم شرعي الشارع أمر به نعم هو حكم وضعي شرعي ولكن يبقى مستمرا السيد الشهيد يقول أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق طبعا إذا كان التخيير في الحجية إذا كان التخيير في الحجية يقول يبدو يعني غير المسألة غير يعني لم ي كأنه لم تتحقق مئة بالمئة عند السيد الشهيد باعتبار أن السيد الشهيد لا يذهب إلى مسلك التخيير فليس يعني لا يهم عنده إلى أي نتيجة وصله أنه وصل ابتداء لا يذهب إلى هذا المسلك لكن يقول من تمسك بالاستصحاب إذا كان التخيير تخيير في الحجية يعني في المسألة الأصولية فيبدو أن هذا الاستصحاب استصحاب الحكم المعلق لماذا؟ لأن مرجع هذا الاستصحاب إلى أن هذا هذا الخبر أو هذه الرواية كان حج لو أخذنا به سابقاً وهو الآن كما كان استصحاباً فكأنه من استصحاب الحكم المعلق فإذا كان من استصحاب الحكم المعلق يأتي فيه نفس الكلام الذي مر فيه استصحاب الحكم المعلق هل هو تام أو ليس بتام يقول أنه بالنتيجة في الأخير أنه على أي حال أن هذا الخلاف لا موضوع عليه بعد إنكار أصل التخيير على مبنى طبعاً المتأخرين بشكل عام منهم السيد الشهيد قال الثاني أن هؤلاء اختلفوا يعني القائلين أو الذين تمسكوا بالتخيير الذين تمت لديهم روايات التخيير اختلفوا أيضاً في أن التخيير ابتدائي أو استمراري يعني فقط في البداية تخيير أو لا دائماً هو مخيير بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاماً أو عملاً يعني كما بينا التزاماً يعني أن يكون أحدهما هو الحج دون الآخر أو عملاً بأن كان جريه العملي أو حدد الوظيفة العملي على ضوء أحدهما هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا وقد ذهب البعض إلى كونه استمرارياً وتمسك بالاستصحاب إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير في الحجية إذا كان التخيير في المسألة الأصولية لماذا؟ لأن مرجعه مرجع هذا الاستصحاب إلى أن هذا كان حجة لو أخذنا به سابقاً يعني لو اخترناه سابقاً فهو حجة وهو الآن كما كان عليه كما كان عليه استصحاباً وعلى أي حال لا يدخل في تحقيق هذه المسألة وبيانها وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير الثالثة النقطة الثالثة إن شاء الله تأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد